إهمال التعليم في أي بلد جريمة ترتكب بحق الشعوب والأمم فهو أساس تقدم الأمم وركيزتها التي تستند إليها نحو الرقي والازدهار لكن ما يحدث في عراق ما بعد 2003 ينذر بالخطر المحدق بمستقبل التعليم في ظل غياب سياسات تعليمية واضحة على جميع المستويات معهد المجلس الأطلسي الأمريكي أكد وجود تحديات هائلة يواجهها قطاع التعليم في العراق جعلته يمر بمرحلة حرجة مبينا أن تعليم العراقيين لا يمثل أولوية لدى الحكومات المتعاقبة وأشار إلى أن المشهد التعليمي في العراق يعيش تحديات كبيرة ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للقطاع التعليمي وتمويله ما تسبب بتراجع جودة التعليم موضحا أن ارتفاع معدلات البطالة وعدم كفاية المرافق التعليمية يمثل تهديدا وتقويضا لإمكانات الشباب فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود مليوني طفل عراقي حرموا من التعليم بحسب البنك الدولي وهو ما يمثل تحديا كبيرا لمستقبلهم وإلى جانب ذلك فإن معدلات معرفة القراءة والكتابة منخفضة بشكل مثير للقلق لا سيما بين النساء خبراء تربويون أكدوا أن الفساد الحكومي ونظام المحاصصة الطائفية وراء تجدد الأزمات وانهيار التعليم بدءا من نقص الكتب والأبنية المدرسية إلى وضع المناهج من رياض الأطفال إلى التعليم العالي ما أثر بشكل مباشر على المنظومة التعليمية في بلاد خرجت من التصنيفات الأممية لجودة التعليم ومنها خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم منذ عام 2021 نتيجة التخبط في رسم السياسات التعليمية العراق سجل خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في مستوى الأمية بلغ نحو 47% بحسب منظمة اليونسكو في حين كان العراق قبل 2003 يتبوأ مراتب عالمية في جودة التعليم ومحو الأمية فيما حذر باحثون تربيون من خطر عمليات التدمير الممنهجة بحق المنظومة التعليمية في العراق ترجمة نانسي قنقر